وفي أواخر هذه السورة من الآية التاسعة والتسعين قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يعني إذا جاء ذلكم اليوم العظيم الذي يدك فيه سور يأجوج ومأجوج سور ذي القرنين الذي بناه على يأجوج ومأجوج في ذلك اليوم يتركهم الله جل وعلا بمعنى أنه يجعلهم يسيحون في الأرض وينتقلون فيها كما جاء في الحاية الأخرى من كل حدب ينسلون وبالتالي يختلط بعضهم ببعض وتركنا بعضهم يومئذ تركنا يأجوج ومأجوج في ذلك اليوم يموج بعضهم أي يختلطوا بعضهم في بعض وقد يكون المراد بقوله بعضهم أمم الناس جميعا في وقت قيام الساعة وقد ورد في الأحاديث أن يأجوج ومأجوج يأتون للبشر فيفسدون في الأرض ويدخلون كثيرا من أقطارها ولا يتمكنون من دخول بيت الله من مكة المكرمة والمدينة النبوية ويرسل الله جل وعلا عليهم دودة تهلكهم ثم إنهم بعد ذلك تخرج منهم الروائح العظيمة فيرسل الله جل وعلا السيل فيجرفهم إلى البحار ثم يكون على الناس بركة عظيمة في أمورهم وفي أرزاقهم ترجمة نانسي قنقر